اشتركوا في القناة ونبدأ لنتكلميناией في مادة الأحوال الشخصية القانون الأحوال الشخصية من القوانين اللي يفترض ان الناس كلنا تعرفها لأنها بيmbolATE حال الشخص حال الشخص في حالة الزواج في حالة الطلقة Trade في حالة الخطبة في حالة الخلع في حالة التطليق فهو من الضرورة بمكان ان احنا نعرف هذه المعلومات مش شرط بتخصص زي القانونيين او الناس الشرعيين ولكن تعرف المطلوب منك علشان احنا بنتكلم في حلال وحرام في حاجات مصادرها من القرآن ومن السنة كلامنا عن المادة دي هيبقى بالرغم ان هي من مادة قانون ولكن هتبقى مصادرنا وادلتنا كتير جدا هنتكلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من القرآن الكريم او من السنة او من الاجماع او من العرف المادة بتاعتنا اللي هي مادة الاحوال الشخصية هنبدأ فيها بالخب الاسرة في تكوينها في تشكلها بتبدأ بالزواج ولكن الزواج بالضرورة او ليس شرطا قد يكون يبدأ بالخطبة هنعرف الخطبة بالمعنى اللفظي والمعنى اللغوي والمعنى الفقهي هنعرف شروطها هنعرف موانعها وما الى ذلك الخطبة هي مقدمة لعقد الزواج مقدمة ده معناها هي لاست روكنان ولاست شرطا يعني قد ينعاقد الزواج دون خطبة يجوز طبعا لان الخطبة هي مقدمة لعقد الزواج ولاست روكنان ولاست شرطا وليها معنين معنى لفظي ومعنى فقه المعنى اللفظي اللي هو اللغوي بكسر الخاء وسكون الطاء خطبة بكسر ما نقولش خطبة الخطبة اللي هي خطبة الجمع لكن الخطبة المقصود بها بتاعت الزواج اسمها خطبة بكسر الخاء وسكون الطاء ومعنى طلب التزوج بالمرأة المعنى اللغوي يعني عند أهل اللغة العربية أما المعنى الفقهي اللي هو عند أهل الشرع والفقهاء في الدين هو وعد متبادل بين الرجل والمرأة الرجل يوعد المرأة والمرأة يوعد الرجل بالزواج هي الخطبة وعد متبادل بين الرجل والمرأة أو بين الأولياء يعني ولي المرأة وولي الرجل هو أبوها وأبوه مثلا يجوز على الزواج في المستقبل كده يا أولاد نعرف أن الخطبة ليه كان معنى معنين معنى فقهي ومعنى لفظي أو لغوي طب إيه طبيعة الخطبة؟ هل الخطبة عقد؟ هل الخطبة ملزمة؟ هل الخطبة بترتب عليها واجبات وحقوق؟ هنشوف فهي مجرد وعد زي ما قلنا في التعريف بتاعها من شوية في التعريف أو المعنى الفقهي مجرد وعد وليست عقدا إحنا عارفين العقد بترتب عليه مجموعة من الالتزامات زي ما أخذنا في سنة تانية في القانون المدني يعني العقد بيجردت مجموعة من الالتزامات يعني الحقوق والواجبات الخطبة هي مجرد وعد فقط حتى لو اقترنت بقراءة الفاتحة طب هل قراءة الفاتحة شرطا في الخطبة؟ ليست شرطا ممكن اتنين يتخطبوا من الجميع يقرأ فتح يجوز اه طبعا يجوز ولكن للفاتحة الفاتحة بغرض التبرك يعني هي فاتحة الكتاب الكرآن فكذلك نقرأ الفاتحة فاتحة علاقتنا في الزواج يعني بنبدأ زي ما بدأ ربنا سبحانه وتعالى كتابه الكريم اذا الفاتحة للتبرك ليس اكثر ولا اقل تبقى للخطبة لها صيغة معينة يعني لازم اقول حاجة معينة في كلام معين بيتقال لا باي طريقة يعني باي طريقة كانت باي الفاظ كانت يعني عاوز اخطبك عاوز اتقدم لك باي صيغة كانت فبنقول ليس للخطبة صيغة معينة وان قراءة الفاتحة فقط ليست شرطة ولكنها للتبرك وليست شرطة لصحة الخطبة يعني يجوز او لا يجوز لو جلنا اسأل في الامتحان قلت قبل كده ان الاسئلة بتيجي في شكل مقالي وفي شكل موضوعي شكل المقالي لو تكلم عن ما هي خصائص ما هي الشروط ما هي اركان بنكتب اما الشكل الموضوعي اكمل صحي وغلط توصيل تعريفات مصطلحات يجي لك سؤال صحي وغلط في الخطبة يقولك كده الخطبة شرطا من شروط عقد الزواج غلط الخطبة ركن من اركان عقد الزواج غلط طب الخطبة مقدمة لعقد الزواج صح طبعا لانها لاست شرطا ولاست ركن هل الخطبة لها صيغة معينة لاست لها صيغة معينة هل قراءة الفاتحة شرطا من شروط الخطبة لاست شرطا من شروط الخطبة يعني حطة صغيرة ممكن يطلع منها عشرين تلاتين سؤال دايما بقول كده ولاد ان اسئلة الموضوعية اسئلة فهم ولاست حفظ ما ينفعش تحفظ ابدا اسئلة صحي وغلط لان انت مش عارف تيجي في المتحان ازاي ممكن يبقى معا من ادوات النفي زي لا ولم تغير الاجابة تماما او مش موجودة تبقى اجابة اخرى خالص فبالتالي هنا بنقول ان الاسئلة الموضوعية تفهم فانت تفهم ممكن جزئي صغيرة تتسئل فيها عشرين سؤال في نفس النقطة وبطرق مختلفة اذا هي الفاتحة مقدمة العقد ليست شرطا في الخطبة هي فقط للتبرك ليس واكثر ايه حكمة تشريعها يعني ربنا شرعها حلال الخطبة حلال طبعا ولكن ايه حكمة من تشريعها عندي عنده امور تيسير صبل التعارف بين الخاطب والمخطوبة الطبيعي لو انا رحت اتقدمت الوحدة معرفهاش وتقدمت بالشكل التقليدي اللي احنا بنقول عليه بيجي يخبط على البيت من بابه ده طبعا انا اتعرف عليها ازاي اتجاوز على طول طب افرد ما حصلش توافق بيني وبينها او مسترحناش مع بعض او مسترحيتش معايا او ما الى ذلك يبقى الخطبة هنا مجرد ان انا بتعرف عليها حصل نصيب بينكمل الاجراءات ما حصلش نصيب من اتوقف الجاتل الخطبة فقط نمرت اتنين تنمية المواد طبعا انا اتعرفت عليها طيب المواد هتتنمى ازاي المواد اللي هو الحب والاخلاص والعشرة بالمعروف وبالحسنة هو من خلال فترة الخطوبة اللي هي تعتبر فترة شرعية ولا ستغير شرعية لانها بتبقى بمعرفة لها يبقى رقم واحد تيسير صبل التعارف بين الخاطب والمخطوبة نمرت اتنين تنمية المواد نمرت ثلاثة السبب التالت لمشروعية الخطبة اللي هي قدلت مشروعية كتير جدا فترة الخطوبة مملوئة بالكثير من المشاعر والذكرات دائما المخطوبين في فترة الخطوبة بيبقى دائما بينهم علاقات جيدة دائما فيهم مشاعر فيه لحظات جميلة جدا بيتمر ما بينهم فهذه الفترة لا تنسى حتى بعد الزواج أربعة الخطبة تؤدي إلى الاستقرار النفسي بمعنى إيه الشخص قبل ما بيخطب بيبقى متحير وكذلك المرأة قبل أن تخطب تبقى متحيرة تخطب لده ولا ده ولا ده في حيرة نفسية لكن ماتا؟ متى تم التوافق بين الرجل والمرأة على الخطبة تم استقرار نفسي خلاص هو ده اللي أنا هتخطب له وهو يقول هادي خلاص دي خطبتي هو ده اسمه الاستقرار النفسي مش عمل أدور لسه ومش مستقر أخد مين طيب عملنا الاستقرار النفسي وفترة الخطوبة موجودة ده سبب الخامس لمشروعات الخطبة يقرر بعد فترة فترة الخطبة كل من الخاطب والمخطوبة أو كل من الطرفين إبرم عقد الزواج أو متشكرين لو العدود عن الخطبة خلاص خلصنا الفترة يعني لما جئنا تخطبنا قلت له يا عمي هاختب بنتك المدك تخطبها دي سبت شهور تمام بعد السبت شهور ما خلصه قد يحدث التوافق ونبرم الزواج وقد يحدث التوافق ويتم العدود عن الخطبة والعدود معناه الرجوع العدود معناه الرجوع طيب أنا قلتلكوا أول ما اتكلمنا أن المادة دي هنتكلم كتير جدا عن أدلة شرعية يعني أدلة شرعية من الكرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن العرف وكذا يعني مش نصوص قوانين فقط لا دي مادة أكسرها شرعية منها مادة قانونية طيب إل أدلة على مشروعية الخطبة دائما بنبدأ بأقوى دلال عندنا اللي هو الكرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال في الكرآن الكريم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لا جناح عليكم لا دير لا مانع عليكم فيما عرضتم به يعني لمحتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سر لازم في العالم إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم ده دليل قوي جدا من الكرآن إن الخطبة مشروعة ربنا قال لا جناح عليكم لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء دائما بعد الكتاب بعد الكرآن ناخد الدليل التالي اللي هو السنة والسنة دائما متوافقة مع الكرآن لا يوجد تعارض أبدا أبدا بين الكرآن وصحيح السنة أما من السنة إحنا عندنا السنة سلاسة أنواع سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية سنة قولية قال رسول الله سنة فعلية أمور فعلها رسول الله سنة تقريرية أمور فعلها الصحابة وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أما السنة القولية قالوا صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب يعني إذا كان في حد خاطب أنت ما تفكرش تروح تخطب على خطبته ده معناه أنه في خطبة يعني مشروع بالعقل السنة الفعلية وردت الأثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بنفسي إحدى زوجاته كالسيدة أم سلمة دي سنة فعلية يعني فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول لا يفعله حراما أما السنة التقريرية هي التي حدثت زي ما قلنا أن بعض الصحابة خطبوا أيام الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم ولم يزجرون ولم يمنعهم ده معناه أنه أمر مشروع ومباح إذن المصدر الأول الدليل الأول عندي الكتاب القرآن الكريم الدليل الثاني عندي على مشروعة الخطبة السنة وقلنا بأشكالها السلاسة السنة القولية والفعلية والتقريرية المصدر الثالث أو الدليل الثالث على مشروعات الخطبة هو الإجماعة لما أقول إجماع يعني إجماع علماء الأمة المزاهب الأربعة عندي المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي أجمع علماء المسلمون على جواز الخطبة ومشروعيتها يعني ما قالوش حرام بإجماعها طالما ما دامت بشرطها اللي هنقولها دلوقتي أربعة العرف كلمة عرف العادات والتقليد الملزمة في مجتمع ما العرف بيبقى دايما محلي في مجتمع معين جميع الأعراف في كل الأماكن أجمعت أن الخطبة مشروعة أجرى عرف المسلمين بلول المسلمين على الخطبة قبل الزواج هي دي الأدلة على مشروعية الخطبة سواء من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من العرف إذن الخطبة مشروعة قد يأتي سؤال في هذا الأمر أكيد قد يأتي سؤال طيب هل في موانع للخطبة يعني لو وجد هذا المانع ما ينفعش أتقدم للمرأة دي وأخطبها طبعا في موانع للخطبة المانع الأول أن تكون المخطوبة محرمة على الخاطب سواء تحريما مؤبد أو تحريما مؤقت لا يجوز خطبة المرأة المحرمة لأن الخطبة مقدمة للزواج فكيف أتزوجها فبالتالي لا يجوز خطبتها ما لا يجوز تزوجها لا يجوز خطبتها سواء تحريم مؤبد أو مؤقت وهنتكلم عنه بالتفصيل تحريم مؤبد يعني لا تحل علي لسبب دائم إلى أن تقوم القيامة كأمي وأختي وابنتي أو بنت أخي أو بنت أختي وتحريم مؤقت عندها سبب الآن قد يزول فيما بعد مثل أخت الزوجة لا يجوز تزوجها طبعا لا يجمع بين الأختين إلا إذا توافت أو تلقها من ليس لها دين سماو وأنواعهم كتير بدنا نتكلم عنها في حين إذن لا يجوز خطبة من لا يجوز تزوجها طيب ده المانع الأول المانع الثاني أن تكون المرأة معتدة العدة هي إيه العدة؟ العدة هي مدة من الزمان فترة من الزمان تمسك فيها المرأة نفسها عن الزواج حتى تنتهي العدة مدام لا يجوز فيها تزوج إذن لا يجوز فيها الخطبة سواء تصريحا أو تعريضا يعني خطبة صريحة أو خطبة بالتعريض يعني لما حلها بالكلام يقولها ده أنت ما فيه زيك ده أنت أول ما العدة بتاعتك تخلص يجيلك ألف واحد وكده يعني يعرض بالكلام لا يجوز الخطبة في العدة سواء تصريح أو تعريض ده اسمه مانع يعني لا يجوز نمر الثلاثة أن تكون مخطوبة للغير صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخي فبالتالي هذا مانع فلوحد مخطوبة لا يجوز أبدا أتقدم لخطبتها يبع عندي كم مانع سلاسة موانع المحرمة والمعتدة والمخطوب المحرمة والمعتدة والمخطوب تأتي الأسئلة في صورة صح وغلط وأكمل وتوصيل لأسئلة الموضوعية هل يجوز خطبة المعتدة؟ لا يجوز هل يجوز خطبة المحرمة تحريم مؤقت؟ لا يجوز هل يجوز خطبة المخطوبة؟ لا يجوز النقطة اللي بعد كده بعد الموانع وياريت ما نلغبطش ما بين الموانع والشروط الموانع خلاص ثلاثة والشروط فيها شبه من الموانع بس ياريت نفس ما بينهم الشروط صحة الخطبة يعني عشان الخطبة تبقى صح احنا قلنا بنتكلم في ايه؟ شريعة يعني لازم نكون حريصين ان اللي بنعمله يكون شرعي يعني صحيح غير مخالف للكتاب غير مخالف للسنة غير مخالف للإجماع والعرف تبقى شروطها تبقى خلاص ما فيش مانع اروح اخطبها اخطبها ولكن بالشروط شرط الاولاني ان تكون المرأة المراد خطبتها صارحة لعقد الزواج عليها في الحال اللي احنا تكلمنا عنها من شوية اللي هي المحرمة هنا تبقى خلاص هتخطبها يبقى ينفع تعقد عليها في الحال يعني مش محرمة عليك اتنين كشروط يبقى ان يحصح العقد عليها في الحال ده الشرط الاول نمرت اتنين ان لا تكون مخطوبة للغير ده الشرط التاني الشرط التالت ان يعرف كل منهما هيئة الاخر وشخصية الاخر المرأة من حقها ان ترى خطبها يعني ده المفروض طبعا وكذلك الراجل يرأى مخطوباتي لان دي لا يرتبط بيها بقية عمره فلازم يشوف شكلها ويشوف هيئتها ويشوف لبسها ونفس الكلام معرفة الهيئة والشخصية الهيئة اللواء الشكل والشخصية اللواء المكنون الداخلي اربع الشرط الرابع لصحة الخطبة ان يجتهد كل واحد من الطرفين في معرفة حال الاخر معرفة حال الاخر يعني بيحب ايه وبيقرأ ايه ايه طبعه ايه خصاله شان ده لانها عاشره طول عمر فلازم يشوف هقدر استمر او تعايش معها بهذه الامور بهذه الخصال ولا لا لو ينفع خلاص وما ينفعش بغلط ولذلك دي من مزايا الخطبة ان هو كل واحد يعرف طبعه التاني خاصة لو ما كنش يعرفه بعد قبل كده والله حتى لو يعرفه بعد الشرط الخامس موافقة المرأة على الخطبة هنا ده شرط اساسي لا يجوز خطبتها بدون رضاها تستأذن المرأة في زواجها فكذلك تستأذن في خطبتها لان الخطبة مقدمة للزواج يعني ينفعش نقولها اتخذ بي وغزب عنك لا ما ينفعش طبعا لابد من موافقة المرأة ده شرط رقم خمسة اذا كان يجوز العدول عن الزواج بالطلاق او التطليق او الخلع فهل يجوز العدول عن الخطبة طبعا اكيد لان الخطبة اقل ضررا من الزواج العدول عنها ليس هناك اولاب ليس هناك مهر ليس هناك نفقة فمن حق الخاطب او المخطوبة العدول عن الخطبة ولا يوجب القانون ولا الشرع تعويضا عن العدول عن الخطبة لاني باستخدم حق استخدم الحق لا يوجب تعويضا الواحد استخدم حق ويبقى ايه لو فيه تعود لا مش هستخدم حق لا طبعا واحد ارتبط بواحدة خطبها وهي اتخطبت لي لأ انه مش كويس تعدل عن الخطبة ولا امش كويس يعدل عن الخطبة ده اقرب واقل ضررا اذا عدل عن الزواج نفسه ولكن دائما فيه ولكن اذا ترتب ضررا عن العدول انت بتستخدم حقك ولكن ترتب ضررا ضررا ايه ضررا ماديا ازاي مثلا هو راح خطبها فقالت له عايزة شقف الحتة الفلانية وعايزة جهاز معين وعايزة وعايزة وغرمته وخلته يعمل مخصوص لها الكلام ده على غير رغبتي وثم بعد كده ثابته هنا هو حصل له ضرر لانه هو لولا هي ما كانتش عامل الكلام ده هنا يستحق التعويض عن ما اصابه من ضرر وليس بسبب عدوله عن الخطبة نفس الكلام اذا خطبها وهي كانت في مركز مرموق وقال له انا زوجتي ما تشتغلش ده انا افتح لك جمعة ده انا جملك وزار الكلام ده المهم بعد ما خطبها وقال له لازم تسيب الشغل فسابت الشغل علشان طلبه ده وبعد كده راح سابها جت ترجع الشغل ما عارفتش خسرت هنا في الحالة دي من حقها هنا تطلب تعويض التعويض هنا ليس عن العدول عن الخطبة عشان ضحقه لكن عن الضرر الذي اصابها اذا اذا لم يحدث هناك ضررا بسبب العدول عن الخطبة فلا يجب التعويض اما اذا حدث ضرر فوجب التعويض يبا احنا كده اتكلمنا في الخطبة تعرفها معناها اللغة ومعناها الفقه عرفنا الحكمة من مشروعيتها يعني انها حلال عرفنا الادلة على مشروعيتها القرآن والسنة والاجماع والعرف اتكلمنا في موانع الخطبة اتكلمنا في شروط صحة الخطبة اتكلمنا في حكم الدول على الخطبة ليس هذا اجازا ولكنه هو ده التركيز لازم تعرف كده تكتب كتير هتغلط لكن اكتب لهو المطلوب اكتب وذاكر لهو المطلوب ما تسيبش حاجة ولكن بتركيز جدا اللي هو تقدر تعبر به هتكتب كتير تغلط كتير بس ده اللي احنا نقدر بنتكلم عليه حكم استرداد ما قدم نفترض دلوقتي اننا في الخطبة كنت قدمت المهر الى حماية ولا لخطبت عشان هنجهز حماية قال لي لا هات مهر انا هجهز بنتي بطريقتي او قدمت هدايا او قدمت شبكة ايه حكم العضول عن الخطبة في هذه الامور المهر والشبكة لهم حكم واحد يسترده الخاطب حتى لو كنا هو اللي سايب المهر والشبكة يستردهم الخاطب حتى هو اللي عدل عنه هو اللي ترك لان المهر والشبكة من اركان او او يعتبر مقدمات او من شروط الزواج لان انا بقدمه علشان الزواج ده مش هدية لا ده بقدمه من اجل اتمام الزواج بدالين ان الشبكة نفسها بتتكتب في الايمة والايمة دي متعلقة بالزواج بناءا عليه يسترد الرجل المهر والشبكة بالاجماع اذا حدث عدوله على الخدمة الاختلاف فقط في حالة الهدايا حالة الهدايا قالوا اذا قدم له هدايا او قدمت له هدايا نفترض ان نقول لقدم هدايا اذا عادل ترك الهدايا تعويضا لها لا يجمع الامين على المخطوبة ألم العدول وألم رد الهدايا وكذلك الرجل برضو زي اللي سابته تردله الهدايا لا نجمع عليه ألمين ألم العدول وألم عدم رد الهدايا اذا في اتفاق على المهر وفي اتفاق على الشبكة يستردهم الرجل حتى لو كان هو الذي عدل عن الخدمة او لا اذا كانت هي المرأة التي عددت عن الخدمة اما الهدايا قلنا نشوف من الذي عدل اذا عدل الرجل ترك الهدايا اما اذا عدلت ردت الهدايا تب افرد الهداية بتاعتها تلفت ولا فسدت ومش موجودة بعينها تردها بقيمتها يعني كانت ده مثلا موبايل من الحاجات الغالية من 20-30 ألف جنيه وباص ترد له قيمته وهكذا أما الشبك والمهرة يستردهم حتى وإن كان هو الذي ترك ده كده الهداية اللي اتكلمنا فيها بنقول مثل الملابس أو الحلية والخواتم وما شابه فإن كان العدول من جانب الرجل فليس له الحق في المطالبة برد ما قدمه من هدايا وأما إن كان العدول من جانب المرأة فإن عليها أن تكون برد الهدايا وإن هلكت الهدايا فعليها أن ترد مثلها أو قيمته هذا ما شرحناه بطريقة العديد طيب هنفضل مخطوبين لا طبعا بعد الخطوبة خلاص انتهت مدة الخطوبة هنخش على الزواج أنا أقول تلك من شوية أن الخطبة مقدمة للزواج محدش بيفضل مخطوبة العمر طيب ما هو الزواج؟ الزواج في اللغة هو ارتباط شيء بآخر بنقول جوز حمام جوز كذا فزوج بمعنى رجل وامرأة في محل كلامنا بقتل ما بنتكلم في الحالي الشخصية فالمقصود بالزوج هو ارتباط شيء بآخر ومختلف معه في النوع يعني ما ينفعش رجل يتزوج رجل ما ينفعش مرأة يتزوج مرأة وهكذا إذن في اللغة هو ارتباط شيء بآخر قال تعالى وإذن النفوس زوجت هنا يعني الرقي بتاع الآية الكرآنية قال النفوس فالنفس هنا تزوج النفوس هو أقوى وأعلى سموا من تزوج الأبدان وإذن النفوس زوجت التناس والاستمتاع والتناسل على الوجه المشروع ربنا سبحانه وتعالى عندما شرع الزواج يعني هذا هو المصلح في مصلحة الناس إن الزواج والأسرة والمجتمع في شكل منظف في شكل أسرة في شكل مشروع معروف الأسرة هي نواة المجتمع الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع ثم الشعب لا يبتشكل الدولة لكن إذا كانت المجتمعات تقوم بدون أسرة على الوجه المشروع هنشوف الفساد هنشوف الانإحلال هنشوف ما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله إذن الزواج في اللغة هو ارتباط شيء بآخر قال تعالى وإذن نفوسه زوجت وشفنا الهدف منه التعريف الشارعي للزواج حفظ ده حفظ عقد وضعه الشارع الشارع يعني ربنا سبحانه وتعالى الشارع يعني الذي يشرع الحلال والحرام في القرآن وضع عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع عقد الزواج هو عقد شكلي احنا خدنا في سنة تانية في المدني العقود أنواع عقد شكلي وعقد رضائي لا عقد الزواج عقد شكلي يعني لازم يتعمل بشكل معين لا يتم بمجرد التراضي بين الطرفين ليه شروط وليه أركاد بل يجب اتباع هذا الشكل الخاص فعقد الزواج لما أجسألك في الامتحان ولك هو عقد الزواج عقد رضائي صح ولا غلط؟ تقول الغلط لأنه عقد شكلي لما يجي أكمل يقول لك عقد الزواج عقد نقط عقد شكلي وليس رضائي كده عرفنا التعريف الشارعي وشوفنا أن عقد الزواج عقد شكلي وليس رضائي زي ما شوفنا الأدلة على مشروعية الخطبة هنشوف برضو الأدلة على مشروعية الزواج ده أقوى طبعا ده دوت خلاص كده هتحل ليه هيبقوا يعني خلاص زوج وزوجة فبالتالي لابد أن تكون هناك أدلة للمشروعية طبعا هنبدأ بالكتاب يعني الكرآن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون ده دليل قوي جدا أن ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج ومن آياته يعني من نعمه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ده الدليل من الكتاب من السنة زي ما شوفنا برضو من السنة يعني يما قول الرسول صلى الله عليه وسلم يما فعله يما تقريره رسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة يعني القدرة على الزواج من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليتزوج هنا ده أمر على فكرة والفاء هنا للسرعة فإنه أغض للبصر يعني تغض بصرك وأحسن للفرج يعني تحسن نفسك من الخطأ ومن لم يستطع يعني اللي ما عندهش القدرة والقدرة هنا القدرة المالية والبدنية والنفسية ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له يجاء الصوم يبيق بحجماح البشر حتى لا تترك فالصوم هنا هو حماية بيخليك تبعد عن الفتن يبقى الرصالة والسلام هنا دليل من السنة على أن الزواج مشروعة أما الإجماع أجمع المكتهدون من العلماء من فقهاء الإسلام على مشروعات الزواج ما حدش قال أن الزواج غير مشروع يبقى كده أنا عندي دلوقتي الكتاب وعندي السنة وعندي الإجماع كل هذه أدلة على مشروعات الزواج طب إيه حكم حكمة مشروعات الزواج طب ليه ربنا شرع الزواج ليه أنت منعيش كده وخلاص من لا طبعا لابد أن يكون في شكل شرعه رقم واحد بقاء النوع الإنساني عن طريق التناسل وذلك عن طريق الزواج الذي شرعه الله يبقى هنا التناسل لابد أن يأتي بطريق المشروع وهو الزواج ولا يوجد طريقا غير للتناسل نمرت اتنين مشروعات العلاقة بين الزوجين غير التناسل غير التناسل العلاقة يجب أن تكون مشروعة زي ما ربنا سبحانه وتعالى حتى لا نقع في الممنوع أو المحرر الحكمة الثالثة الاهتمام بالأسرة والعناية بها أنت يكون في أسرة وفي زوج وصوجة وفي أبناء نهتم اللي هي أساس المجتمع زي ما قلت من شوية الحكمة الرابعة من مشروعات الزواج تحقيق الرغبة الاجتماعية حيث أن في الزواج الراحة الحقيقية تبقى كده أنت عارف بيتك وعارف مسؤولياتك وعارف أولادك بعد ما تخلص شغلك وكذلك سنت برضه ما تخلص شغلها أن في بيت وفي أسرة هو دي اسمها الراحة الحقيقية إذا صحت هذه العلاقة بالطريقة الشرعية دي كده حكمة مشروعية الزواج الزواج عقد على عكس الخطبة الخطبة مقدمة الزواج عقد إحنا معروف خدنا في سنة تانية أن العقد له أركانه وله شروط العقد البيع ليه أركانه ليه شروط عقد الإيجار ليه أركانه ليه شروط وديه عقود مدنية يعني إذا خلفتها فأنا خلفت العقد نفسه يعني ما ارتكبتش حاجة حرام لكن خلفت العقد نفسه لكن ما بالك الزواج الذي هو يقوم عليه علاقات شرعية فلابد لابد أن نلتزم بالأركان والشروط هنتكلم عن الأركان الأول ثم نتكلم عن الشروط عشان الشروط كتير عقد الزواج كميرا الحنفية الحنفية اللي هو المذب الحنفي اللي هو بيتبع في مصر إحنا دايماً كده نسمع المأزون يقول لك إيه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان اللي هو المذب الذي يتبع في معظم الحال الشخصية يعني الزواج والطلاق والكل عمى إلى ذلك والنفق والميراث المذب الإمام أبي حنيفة النعمان بيرى أن النكاح له ركنان يعني الزواج له ركنان والنكاح هو هو الزواج هو الإجاب والقبول الإجاب هو عرض جازم على الرغبة في الزواج يقول لها زوجيني نفسك زوجني ابنتك اسمه إجاب أما القبول هو الرد الموافق أو المطابق للإجاب تقول له قابلت يقول له قابلت وهكذا زوجني ابنتك فلانا يقول له قابلت يبع عندي إجاب وقبول ودول أساس الزواج الأركان تخيل مبنى بدون أركان ليس مبنى فهو الأول أساس الأول قبل الشروط شروط كده تخيل عندك مبنى أركانه هي الأساس بعد كده بعت تحط تكييف تحط شباك تحط لمبة تحط باب دي اسمها شروط يعني ممكن يبقى المبنى بدون هذه الأشياء اسمه مبنى فإذن الأركان هي أساس الشيء فكذلك الزواج أركانه الأساسية الإجاب والقبول طب ألفاظ عقد الزواج يعني طب إيه الألفاظ المستخدمة طبعا كلمة زواج زواج لابنتك وكلمة نكاح ودولة اللي جنب في القرآن بشكل صريح علشان كده هم أكثر وأكثر لفظين صريحين بالزواج سواء زواج أو نكاح وهذا اللفظان صريحان ما لهمش معنى تاني زواجيني نفسك لا معنى تاني ملهاش أنكحيني نفسك لا معنى تاني ملهاش هناك في ألفاظ أخرى كناية يعني غير صريحة قد تحتمل أكثر من معنى حتى تتضح نية المتحدث مثل الهبة وهبتك نفسي مثل الصدقة تصدقت عليك بنفسي التمليك ملكتك نفسي الجعل جعلت نفسي لك أو جعليلي نفسك أو هبيلي نفسك هنا دي لها أكثر من معنى نسأل تقصد إيه من الكلمة دي قد يقصد تعالي عشان تخدميني تعالي عشان تمرديني تعالي عشان تشتغلي عندي هنا اللي قالوا لا يبدأ دمي الزواج لكن زوجيني نفسك ملاش جر معنى واحد أنجحيني نفسك ملاش جر معنى واحد عشان كده اسمها ألفاظ صريحة اسمها ألفاظ الزواج صريحة أو ضمنية طيب الشروط بقى الشروط كتير احنا شفنا الأركان ركنين ومتشكري طيب ايه بقى الشروط عندي شروط شرعية شروط انعقاد شروط صحر شروط لزوم شروط نفاذ وشروط قانونية هنمسيكم واحدة واحدة ببساطة ببساطة جدا عشان نقدر نفهمها ونستوعبها ولازم كلنا يبقى عارفينها زي ما قلت في أول الحلقة كإنسان وليس كطالب كمان أول حاجة عندي شروط الشرعية هنتكلم في شروط الانعقاد شروط الانعقاد يعني شروط انعقاد العقد ونركز بها عشان هنرجع نتكلم عنها تاني في أنوار العقد أولا شروط خاصة بالعقدين يعني الرجل والمرأة واحد أن يكون كل من العقدين أهلا أهلا يعني الأهلية مش أهلا أهلا وسهلا أهلا يعني الأهلية عنده أهلية الأهلية اللي خد نفسنا التانية اللي هي القدر على إبرام التصرف دون الحاجة لإذن من أحد لو سني الرجد لو سني الأهلية تايم أن يكون كل من العقدين أهلا لمباشرة العقد أي أن يكون كل من العاقدين مميزاً التمييز هو هو الأهلية والمراد هنا بالتمييز الأهلية الأصلية ده الشرط الأولاني من الشروط الخاصة بالعاقدين اتنين سمع كل من كلام العاقديني الآخر وتفهمه يعني وهو بيقول لها زوجيني نفسك تكون فهمت وسمعت هو بيقول إيه ويعني لما تقوله قابلت يكون سمع وفهمت يقيرت له إيه ما يكونش بلغة مختلفة أو في مكان يصعب فيه سمع كل منهما للآخر بتالي يترتب عليه عدم تواصل بين الطرفين فالإجاب أو الرد غير متطابق مع القبول فلا ينعقد هنا ده الشرط مهم جداً سمع كل من العاقدين كلام الآخر وتفهمه دي اسمها الشروط الخاصة بالعاقدين أما بقى الشروط الواجب توفرة في المعقود عليها وهي المرأة أن المرأة تكون مرأة محققة الأنوسة وأن تكون حل المرأة لتزوج بالرجل يعني ما تكونش محرمة عليه التحريم اللي قلناه من شوية تحريم مؤبد الحريم مؤبد ليه صور زي النسب والمصاهرة والرضاعة هيتشرحه في حنهم التحريم مؤقت يعني عندها سبب يخليها محرمة دلوقتي لا تحل للرجل الآن فبالتالي لا يحل الزواج بيها هنا دي شروط خاصة بالمرأة نفسها شروط خاصة بالمرأة نفسها اللي فات في الشرطين شرط في الاتنين الرجل والمرأة أما التحريم فعلى المرأة نفسها هي تكون مرأة ولا تكون محرمة على الرجل الصيغة الألفاظ اللي هتتقال أو الإجابة والقبول الشروطه اسمها شروط الصيغة عندي ثلاث شروط واحد اتحاد مجلس الإجابة والقبول يعني يكون مجلس واحد يعني يقول لها زوجين نفسك تقوله زوجتوك نفسي ما يكونش في مجلس آخر يعني هو قال لها زوجين نفسك وما ردتش عليه بعد شهر قبلته قبلته أنا مش فاكر فبالتالي هنا لا يحق أو لا يجوز أن يكون الإجابة والقبول في مجلسين مختلفين يجب أن يكون الإجابة والقبول في نفس المجلس وفي نفس الوقت اتنين شرط التاني أن يكون القبول موافقة للإجاب انا بتكلم في شروط السيغة يعني ايه القبول موافقة للإيجاب راح قال له يا عمي زوجني ابنتك فاطمة ده اسمه إيجاب قال له قبلت أزوجك ابنتي ليلة لا ما ينفعش كده ما فيش تطابق هو وافق نيجاوزه بس مين ليلة حدي تاني فما ينفعش قال له زوجيني نفسك على مهر مئة ألف قالت له قبلت على مهر مليون لا ده برضو مش قبول هنا كده ما فيش تطابق التطابق يعني لا تزود ولا تحملوا أعبان أكثر مما عرض أكثر مما عرض طب إذا هو يوافق على المليون يبقى اسمه قبول القبول دي سكة تانية ما لنشدعو به احنا دلوقتي بنتكلم على قبول وإيجاب زوجيني نفسك قبلت زوجيني ابنتك فاطمة وافقت على فاطمة خلاص كده في إيجاب وفي قبول نمر الثلاثة أن تكون صغة العقد منجزة عارف كده لما تقول إنجز يعني خلص يعني دلوقتي أي لا يحل أن تضاف أو لا يجزء أن تضاف لأمر يحدث في المستقبل يعني ما قولهاش أنت مراتي لو بقيت مدير عام أنت مراتي لو بقيت وزيرة أنت مراتي واحد خمسة لجاء لا لا يجوز لا يحق لازم تكون منجزة زوجيني نفسك زوجتك نفسي تتزوجيني أتزوجك ولا يجوز ارتبطها بشرط فاسد زي مثل الله زوجيني نفسك بس ما تزوروش أبوك وامك لا ده يعتبر شرط فاسد إذن عندي ثلاث شروط في الصيغة اتحاد مجلس الإجاب والقبول موافقة القبول الإجاب أنت أكون الصيغة منجزة اختصار بدون كلام كتير بدون رياحي كتير نقدر نحل ونحفظ في نفس الوقت مطلوب منك فهم ثم حفظ لأنك هتكتب إزاي لازم تكون حافظ ومرتب ودائما كده الإجابة تكون عارف عددها يعني لما نتكلم في شروط الصيغة عندي ثلاث حاجات يبا لازم أكتب الثلاثة تحفظ كده الأدلة عندي كذا دليل الشروط عندي كذا شرط عشان تبقى الإجابة كاملة عايزين أبنائنا يبقوا متوفوقين ويحققوا درجات إنهائية بتاعتهم عندي نوع بعد كده من الشروط اسمها شروط صحة عقد الزواج احنا خلصنا شروط لانعقاد مهمة جدا جدا شروط صحة عقد الزواج عشان العقد يكون صحيحا وبنعرفها كده يجي في الامتحان يقولك إيه عرف شروط صحة عقد الزواج تعرفها موجود قدامنا هي الشروط التي يلزم توفرها في هذا العقد اللي هو عقد الزواج حتى يكون صحيح بس خلاص هي شروط صحة عقد الزواج هي الشروط التي يجب توفرها حتى يكون العقد صحيح الشرط الأول ألا تكون ألا ألا تكون المرأة محرمة على الرجل لحظة واحدة تحريما فيه شبهة خلاص بقى ما نتكلمش عن تحريم المؤبد والمؤقت ده احنا ندخلنا حاجة جديدة تحريم فيه شبهة يعني مش تحريم أكيد ولكن فيه شبهة شبهة إنك تجمع أو إنك تتجوز وحده وفيه شبهة بنازل حرام أو خلاف بين الفقهاء يعني فيه فقهاء أحلوها وفقهاء حرموها لا يا عم يعني مش خلاص يعني ما زنقتش معانا زي الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها لا ده فيه شبهة يبقى ما ينفعش طبعا ما تجوزت واحدة طبعا مؤكد مؤكد ولا تجمعه بين الأختين ده تحريم ما فيه شبهة ده تحريم مؤكد التحريم اللي فيه شبهة يعني فيه علماء قالوا لا يجوز ده فيه تحريم إنك تجمع بين المرأة وعقد تجوز واحدة وعمتها واحدة وخالتها ده فيه شبهة آه فيه شبهة يبقى ده يعني تعتبر محرمة خلاص لا يجوز الجمع بينهما وتحريم ظني ليس مؤكد وكان بس إذا حدث يبقى عقد الزواج إيه فاسد يبقى أول شرط عندي من شروط الصحة ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريم فيه شبهة طائل ده الشرط الأولاني الشرط الثاني من شروط الصحة وجود التراضي بين الزواجين التراضي يعني عندي رضا والرضا بتأتي من الإرادة والإرادة بتأتي من الأهلية يعني عندي الأهلية اللي اتكلمت عنها من شوية فبالتالي أنا راضي بالزواج يعني يكون أهلا لهذا الرضا يعني الرضا صادر عن شخص لديه الأهلية يشالي يقول أه أو لأ وهكذا وجود التراضي بين الزواجين باختصار نمر الثالثة الشرط الثالث من شروط صحة عقد الزواج أن يتولى عقد الزواج عن المرأة إن الشرط ده مرتبط بالمرأة وليه الولي مين؟ الأب أو الأخ أو العم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح يعني لا زواج إلا بولي وده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يعني ده فيه تكريم للمرأة أو فيه تشريف للمرأة إلا إذا كان فيه ظروف خاصة أو استثنائية يعني المرأة ليس لها ولي أو أب أو عم أو أخ ما تتجاوز؟ تتجاوز طبعا ولكن طالما فيه أب أو عم أو أخ ده هو تولي وموجود إذن هو الذي ينوب عنها في تزواجها تكريم لها نيب تقدمه في مثل هذه الأمور ده الشرط التالت من شروط صحة عقد الزواج شرط الرابع عندي الإشهاد الإشهاد على الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه لا نكاح يعني لا زواج إلا بولي ونكمل بقى الحديث وشاهدي عدل هنا الزواج بدون شهود هو زواج فاسد لأن الشهود من شروط صحة عقد الزواج الزواج بدون شهود زواج فاسد زي ما هنشوف دلوقتي أنواع العقود طيب الشهود اللي هنجيبهم هيشهدوا على عقد عقد زواج وعقد الزواج قلنا إنه عقد الشرع وليس عقد مدني فبالتالي مش أي شهود هيجي يشهده العلماء حطوا شروط في هؤلاء الشهود أنا اختصرتهم وجبتهم قدامكم باختصار سهل حفظهم واحد البلوغ والعقل يعني شخص مبالغ بلغ صن الرجد وعاقد أنت هتجيب واحد مجنون يشهد على عقد الزواجك هتجيب صبي صغير يشهد على عقد زواجك ما ينفعش إذا أنت بتروح تجيب كبير عيلتك عشان يزهد على عقد زواجك فبالتالي إذا شهد على العقد مجنون أو صبي فالعقد هنا فشهد هنا باطلة كأنها لم تكن كأنها لم تكن اتنين الشرط الثاني تعدد يعني التعدد؟ التعدد يعني رجلان أو رجل وامرأتان ما ينفعش واحد فقط يشهد على عقد الزواج لازم رجلان أو رجل وامرأتان أنت في مكان معين المسلمين اللي موجودين فيه في مكان فيه بعض المدن ما فيهش مسلمين بس اللي موجود في الصفارة الناس اللي هتشهد على زواجك هو راجل موظف واتنين ستات موظفات ينفع يشهد على عقد الزواج طيب لو ستات بس لا ما ينفعش لابد أن يكون هناك رجل أو رجل وامرأتان ده الشرط رقم اتنين في الشهود نمر الثلاثة الاسلام لازم الشاهد يكون مسلم عشان يكون فاهم وبيشهد في ايه ده عقد الشارع عقد الشارع يعني فيه حلال وفيه حرام فيه قرآن وفيه سنة قال الله وقال الرسول وفيه مشروعية فبالتالي ليش يكون شخص بيفهم في هذه الأمور فعشان كده بنشر فيه الاسلام فلا يجوز لأهل الكتاب الاشهاد او الشهادة على عقد زواج المسلمين اربعة الشرط الرابع في الشهود سماع الشهود يعني الشهود يسمعوا كلام العاقدين في وقت واحد وفيه مهمة يعني الاتنين الشهود لقاعدين بيشهادوا ويكون هما الاتنين قاعدين وقت العقد يعني مش ده الوحده وده الوحده ده يبطل على طول الشهادة لازم الاتنين في نفس الوقت عشان يفكروا بعض ويذكروا بعض اذا نسي احدهما يسمعوا الكلام بين الطرفين زواجتك ابنتي فاطمة فعرفوا ان الزوجة اسمها فاطمة على مهر مائة الف بل مهر مائة الف وهكذا عشان بحيث لما يستدعو للشهادة يقوله نفس الكلام خمسة وهو شرط متاخد من الحديث هو العدالة رسال الله عليه الصلاة والسلام قال لاني كاحق اللي بولي وشاهدي عدل يبقى العدالة هنا يجب ان يكون الشخص اللي انت جايبه يشهد العقد مشهور بالعدالة ليس بالخصة ولا بالندالة ولا بالنصب ولا بسوء الزمة والامور دي كلها يجب ان تتوافر هذه الشروط الخمس في الشاهد او في الشهود يبقى ان هنا بتكلم في شرط واحد الاشهاد على الزواج هو الشرط رقم اربعة انا اتكلمت كده في اربعة شروط اسمهم شروط صحة عقد الزواج الشرط الخامس والاخير من شروط صحة عقد الزواج ان تكون صغة العقد مؤبدة الزواج ليس الادف منه لاستمتاع المؤقت ثم انتهاء كل شيء انت مش واخد شقة جوار جديد سنة او سنتين لا دي انت بتتجوز بحيث تكون اسرة فبالتالي تأقيد او توقيت عقد الزواج يبطله ده هو زي زواج المتعة اللي كان يحله بعض البعض وانحن ولا نحله وهو الزواجين نفسك لمدة شهر المتعة بيستمتع بس لمدة سنة هذا يبطل العقد تماما لبا توقيت الزواج يتنافى مع دوام الأسرة وتربية الأولاد وهو الهدف الأسمى يعني العالي الجميل الحلو من الزواج وعلى هذا من العقود الباطلة عشان صحي وقلط واكمل وتوصيل زواج المتعة وزواج المحلل زواج المتعة عقد باطل وزواج المحلل برضو اذا كان هناك شرط بالتحليل فهو عقد باطل نخش على نوع جديد من الشروط وهو شروط نفاذ عقد الزواج احنا كده تكلمنا يا ولاد في شروط المعقاد تكلمنا في شروط الصحة شروط المعقاد شفنا شروط يجب توفرها في العقدين شروط يجب توفرها في المعقود عليها وشروط الصيغة شروط الصحة عندي خمس شروط وخلصناهم نخش في شروط نفاذ يعني شروط نفاذ هي الشروط التي يجب توفرها حتى يكون العقد نافذا يعني يتنفذ بقى والعقدة يفضل ورق وخلاص في الدورة لا هننفذه طيب اول شرط ان يكون كل من العقدين تام الاهلية اي بالغ حر عاقل بالغ حر يعني اللي هيعقد العقد يكون عاقل بالغ حر تام الاهلية اتنين طيب انت كن للعاقد يعني الشخص اللي هيعقد عن المرأة او عن الرجل له ولاية شرعية يعني ربنا سبحانه وتعالى حدد الاشخاص اللي هم ولاية شرعية بالترتيب بداية من الاب طبعا في مباشرة العقد وان تكون له صفة شرعية سواء كان اصيلا اوليا سواء كان اصيلا زي الاب اوليا اذا عينته القضاء وليا على القص اللي بشرت الاولاني الاهلية والبلغ والعقد والحرية اتنين ان يكون للعاقد ولاية شرعية سواء كان اصيل او ولي احنا بنتكلم في شروط نفاذ عقد الزواج طيب زواج الفضولي يعني زواج الفضولي شخص ليس له صفة شرعية في تزويج اي من الرجل او المرأة وقام بتزويجه ده اسمه فضولي الفضولي في القانون هو من قام بعمل لاسى من حقي بنيابة عن شخص اخر هنا الزواج ده مشانول علي باطل هو صحيح بس بشرط ان يجيزه صاحب الشاء يجيزه صاحب الشاء يعني مثلا واحد راح كده خال واحدة والخال يعتبر اذا زوج ابنة اخته فهو فضولي لانه لاسى ولي لا اصيل ولا ولا ولي اذا زوج ابنة اخته لأحد الاشخاص وهي كانت عاقلة رشيدة اذا اجازته اجاز العقد فالعقد وقع صحيحا كذلك له هيجوز ابن اخته وكان والي بن ياب عنه اذا ابن اخته موافق يا خالي خلاص على الجوزة دي العقد وقع صحيحا فاذا زوج الفضولي ليس باطل ولكن اسمه قابل للبطلان يعني قابل للبطلان يتوقف بطلانه على اجازة او عدم اجازة من اللي هو الحق في هذا الشأن اللي هو بنسميه صاحب الشأن عندي بعد كده اللي هو المطلب الرابع شروط لزوم عقد الزواج كبكت شروط الانعقاد شروط الصح شروط النفاذ ناخد بقى شروط اللزوم اي ان يكون العقد لازما خلاص توفرت في جميع الشروط اصبح لازم اول شرط عندي ان يكون المزوج لفاقد الاهلية او ناقصها هو الاصل او الفرق بمعنى واحد فاقد الاهلية زي المجنون او ناقص الاهلية اللي هو اقل من 18 اللي اقل من 18 سنة او اللي هو عن دعاتها او سفا طبعا مش من المجنون ده ناقص عادي من الاهلية خالص ناقص الاهلية عن دعاتها او سفا او غفلة يكون الاصل او الفرق الاصل المقصود بي الاب وانعلا الفرق الابن واندنا الاصل عن الاب والجد الفرق عن الابن وابن الابن ده الشرط الاولاني في اللزوم شرط التاني ان يكون الزوج كفئا امتى اذا كانت الزوجة زوجة نفسها وكانت بالغة أهلاً وسهلاً جوزي نفسك بس بشرط يكون كف والكفاءة معناها هو ما يقلش عنها التساوي أو أحسن منها أعلى منها في المستوى المادي والاجتماعي وما إلى ذلك زوجتي نفسك بس يكون كف لو مش كف يحق من لمن له المصلحة أو الحق أو الولاية أن يبطل ويفسخ هذا العقد شرط التالت من شروط لزوم عقد الزواج أن يكون المهر الذي زواجت البالغة العاقلة الرشيدة نفسها بيهو مهر المثل ليس فقط مجرد أنه يكون كف لو شرط رقم اتنين لا هنزوج شرط تالت أنه تزوجت نفسك بمهر المثل ما ممكن يكون كف إليكي بس ما دكيش مهر أو دكي مهر أقل من مثلك مثلك اللي هو مين؟ أختك أو بنت عمك يعني من أهل أبيكي أختك اتجوزت بمهر معين أنت جوزت نفسك مهرك كم قد كده؟ لا يا بابا مهرك أقل من مهر أختك لو مهر مثلك عشان كده اسمه مهر إيه؟ المثل على طول إذا لم يتم رفع المهر إلى مهر المثل يحق على طول لمن يتولى أو من له الولاية أصلا أو شرعا أن يطلب بفسخ هذا العقد ده الشرط رقم ثلاثة من شروط لزوم عقد الزواج الشرط الرابع أن يكون العقد خيالية من التغرير التغرير يعني النصب يغرر بها يعني ينصب على يضحك عليها يعني يقولها حاجات غير حقيقية أن يكون العقد خيالية من التغرير بالنسبة لكفاءة الزوج يعني يقولها أنا الشغال في الجهة الفلانية أو في الحتة الفلانية أو أنا وظيفتي كذا أو أملك كذا وما إلى ذلك هو على غير الواقع فها اسمه تغرير فإذا اتضح بعد أن زوجت نفسها بهذا التغرير يحق على طول لها أو اللي وليها أن يطلب بفسخ العقد بسبب وجود تغرير وقلنا تغرير يعني نصب أو غير مطابق للحقيقة شرط الخامس من شروط لزوم عقد الزواج أن يكون الزوج خالي من العيوب المبيحة لطلب الفرقة الفرقة يعني إيه؟ يعني أن هي تروح للقادي وتقوله عايزة تطلق علشان عنده مرض عنده عاها عنده شيء يمنع من أن تكون الحياة زوجية مستقيمة مجنون أو عنده برس أو عنده جزام أو عنده ما يمنع من الزواج وهكذا كل هذه الأمور تبيح للمرأة طلب الفرقة عن طريق القادي له اسمه التطليق وده آخر الدرس عندنا في المهنة أصلا طيب لما نيجي للتطليق يعني هذه الشروط الشرعية التي تشترط العقد الزوجي بإحنا كده كده كلمنا في كل الشروط الشرعية زي ما قلتلكم في بداية الحلقة أن احنا بنتكلم معظم كلامنا يبقى من الكرآن والسنة من قراء الفقهاء من الإجماع من العرف كل اسمها شروط شرعية وأيضا القانون يأخذ بها طبعا هنخش على حاجة اسمها إثبات الزواج وهنا بقى هنتكلم قانون بقى قانون يعني الدولة تدخلت وحطت نصوص لتنظيم هذا الأمر إثبات الزواج ما هي الشروط القانونية لإجراء عقد الزواج ما قلتش بقى شرعية هنا الدولة بتنظم أمر فيه صالح المجتمع فيه صالح المرأة وهكذا أول شرط عندي أن يقدم الزوج إلى الموظف المختص بالتوصيق إقرارا كتابين بحالة الاجتماعية شرط الثاني ألا تقل سن الزوجة والزوجة عن 18 سنة شرط الثالث والأخير أن يكتب الموظف المختص بإجراء هذا الزواج في وثيقة رسمية وبكده أبناء وبناتي مكونوا وصلنا لنات حلقتنا النهاردة على أمل في اللقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا